مش قادرين ما بقى جزء من حياتنا مش ما عندناش جزء من حياتنا ممكن نقضيه مع أهلنا لأننا نحنا بنقضي جزء كبير من حياتنا على السوشيال ميديا فلما بنقضي جزء كبير من حياتنا على السوشيال ميديا بنحس إن مجرد القعدة مع أحبابنا يبقى علينا عجيب وقت منين؟ ومش ممكن يكون الوقت اللي بنقضيه معهم تلاقي فيه سؤال مش ممكن الوقت ده يبقى فينا جال قلبك من قسوة وسقية الأشياء اللي بتخليك تنسى أن أنت بن أدم في حاجز تالدة عند الأولاد بقى بتخليهم يحسوا أنهم مش قادرين على الحنية مع الأهالي الخجل واعتبار أن الشخص الحناين إنسان ضعيف والشخص الحناين إنسان في الحقيقة إنسان مش إنسان ضعيف إنسان رحيم إنسان قلبه مفتوح على حضرة مولاه سبحانه وتعالى ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المؤمن القوي خير و أحبه عند الله من المؤمن الضعيف اللي جزء من القوة هو الحنية أنت عشان تبقى مؤمن قوي لازم تكون حناين لأن الإنسان مش عامل الحنية دي غير وهو حسس بمادد الله لي السبب الرابع اللي بيخلي الأولاد ما تكونش حنيين على أهليهم الانتظار إنهم انتظرين الحنية يبدر بيها الأب أو الأم الأول وتبقى حنيتي هي مقابل حنيته خاصة في الأحوال اللي بيكون بينهم وبين أهلهم تحدي أو جفوة أو حالة من حالات البعد و الجفاء لكن الحنية على فكرة من أعظم الأسران ربنا ويضعها في الحنية إنها قدرة تهد أي جفوة و أي جبال و أي موانع ما بين الأهالي ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك و بينه عداوة كأنه ولي الحميم طب نعمل إيه بقى عشان نعيش بالحنان مع بعض لو كنت بنت أو ابن عبروا دايما عن شؤكم لأهلكم و لو كنت أب أو أم عبروا عن شؤكم لأولادكم في بعض الروايات بتقول إن كان من عادة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما كانش يخرج من مدينة مسافرا حتى يرى ستنا السيدة فاطمة الله أكبر سيدة فاطمة على أسلام يكون آخر عهده بالمدينة رؤية وجهاها و لما يرجع المدينة أول حاجة أول عهده بالمسجد فيصلي الركعتين ثم يذهب إليها متشوقا و قلبه مملوء بالاشتياق ليها و عشان كده ربنا سبحانه وتعالى كتب سر كده من الأسرار إن السيدة فاطمة لما كانت بتبكي قعدت تبكي يا عند أنت الله أكبر يا أبي أنت وأم يا رسول الله لما انتقل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت السيدة فاطمة تبكي فأشار إليها فجاءت فهمس لها في أذنها فتبسمت فإن لا حصل فما رضيتش تحكي ده لغاية ما انتقل صلى الله عليه وسلم فالسيدة عائشة أصرت أنها وقل لها إيه فالها أنها أكثر أول أهله لحاقا به صلى الله عليه وسلم مكان يعني حتى كان أول حاجة بيشوفها حضرة النبي وأول حد لحق بحضرة النبي في حياة البرزخ في الحياة المنورة حياته صلى الله عليه وسلم كانت السيدة فاطمة تاني حاجة ممكن نعملها إن احنا نبعث رسائل من غير مناسبة كده رسائل فيها تودد وفيها امتنان لنعمة وجودكم في حياة بعض أنا كنت في ندوة من شوية قبل ما جيلكم ففجئت بنتي جات على فجأة كده حضرة الندوة فكم السعادة الغريبة اللي حصلتلي في قلبي لما هي جات وحضرة الندوة غريب أنا حسيتها عاملة زي الطفل اللي لا أمامته مش بس كده راحت كمان الزكاء راحت بعتالي رسالة تقولي الكلام كان في الندوة حلو قوي وأنا استفدت فيه وكتبت منه وخدت منه نوتس وأدخله في أبحاث متصوروش كم من الفرحة اللي حصلتلي قد إيه وهي رسالة أنا ما كنتش ممتظرة ولا كنت أعددت لي بس أنا قد إيه كنت فرحان أنا عرفت قد إيه حضرة النبي كان بيفرح لما كانت السيدة فاطمة تيجي وتقف جنه أو تيجي ويشوفها تالت حاجة حرصه على اللامسة الحلوة لبعض اللي فيها دوة وعافئة للقلوب قربوا من بعض حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقبل سيدنا الحسن والحسين يقبلهم فالرجل يقال له أنت بتقبل أولادك ده أنا عندي عصر من الأبناء ما قبلت واحدا منهم قط قال ماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك يمسحوا على رؤوس أولادكم ضموهم وحضنوهم خلوهم يحسوا بقديوهم أنتوا جنبهم أنتوا عارفين أن الجلد دوت وأنتوا معارفين أن الجسد له زاكرة املوا زاكرة أجساد أولادكم بالحنية عشان يحسوا بأن نور الله وبركة الله بتسري في أعضاؤه رابع حاجة اسمعوا لبعض وبتركيز وبحرص وباحترام لما بتسمعوا أولادكم بحنان بيتطمنوا وبيحسوا أنهم في حد حريص عليهم وحريص على تفاهمهم ولما بيسمعوا عليهم بحنية بيتطمنوا وبيرحموهم ونخفهم أنهم يحسوا أنهم لما بيسمعهم بيكون ده تقيل على قلبهم لما تسمعوا أولادكم بحنية الهم من عليهم بيتزال ومش بس كده بيشيلوا ده جميلة لكم خامس حاجة تفقدوا بعض محدش فيكم محد يغيب وينسوه قوعوا قوعوا حد مننا يحس أن في حد نسيه لازم لما محدش يبقى موجود أو يتأخر اسألوا على بعض تفقدوا بعض على طول خلوا فيه مواعيد لو حد فيها غاب وتفقدوا بعض حتى من غير مواعيد ولكن في حد من أولادك ما بيتكلمش كتير اوعى تسيبه وتقول ده طبعه وخاصة لو حد من أولادك مع من والدك أم أو أب ما بيتكلموش كتير اوعى تسيبه ما يتكلموش تكلمه منت خليهم مقتنسين وحسين بحنيتك يا سيدة المسألة جد والحنية ما لهاش حد والله سبحانه وتعالى يعطي عطاء مغمورا في المدد الحنية نعمة وزمان قالوا ان الحنية نعمة وشكر النعمة يزيدها زودوا الحنان وما تخافوش من الحنان ان هو يخليكم لم تدلعين او بتدلعوا الحنان فضل من الله سبحانه وتعالى لان ما حدش بيمارس الحنان الا بيمدد من الرحمن يا رب اجعل قلوبنا تمتلق حنان عشان نبقى مع السيد سيد البشر سيد ولدي عدنان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خير انسان اجعلنا يا ربنا في صحبته بالحنان ونفضل نقول سيدنا النبي حنين واحنا عنزين نبقى مع سيدنا النبي بالحنية يا رب املأ قلوبنا بالحنان وجعلنا دائما بالحنان نزوق حلاوة الايمان عندما نشعر بالامان بفضلك وجودك يا رحمن اشتركوا في القناة